اشتركوا في القناة تخترق دفاعاتهم وتهيمن على عقولهم اي شيء اخر هو اتصالات غير فعالة ونوع من الانغماس في الذات تعلم ان تتسلسل بافكارك الى موراء خطوط العدو مرسلا الرسائل عبر التفاصيل الصغيرة مستدرجا الناس للوصول الى الاستنتاج الذي تريده وهم يعتقدون انهم وصلوا اليه بانفسهم بعضهم يمكنك التحايل عليهم عبر اخفاء افكارك الاستثنائية في اشكال اعتيادية اخرون اكثر مقاومة وبلاده ينبغي ايقاظهم بلغة قوية وجديدة وفي اي حال تجنب اللغة الساكنة والوعظية والمبالغة في شخصانيتها اجعل كلماتك شرارة للفعل لا تأملا سلبيا في الامور التواصل الباطني كان العمل للمرة الاولى مع المخرج السينمائي الفريد هيتشكوك يشكل تجربة مربكة فهو لم يكن يحب التحدث كثيرا في موقع التصوير عن افلامه باستثناء التعليقات الساخرة واللماحة التي يقوم بها من وقت لاخر اكان يتعمد السرية ام انه هادئ فحسب وكيف يمكن ان ينجز شخص اخراجا يتضمن توجيه الاوامر لعدد كبير من الناس من دون التكلم كثيرا واعطاء توجيهات محددة هذه الخاصية الغريبة عند هيتشكوك كانت تقلق الممثلين بصورة خاصة فمعظمهم اعتاد على مخرجين يدللونهم ويناقشون معهم بالتفصيل الشخصيات التي سيؤدونها وكيف يدخلون الى الدور اما هيتشكوك فلم يكن يفعل شيئا من هذا خلال التمارين كان يقول القليل وفي موقع التصوير يروح الممثلون ينظرون اليه لكي يحصلوا منه على اشارة تؤكد رضاء عن ادائهم ليجدوه مستغرقا في قيلولة او باديا عليه الملل ووفقا للممثلة ثلما ريتر اذا احب هيتشكوك ادائك فانه لا يقول شيئا اما اذا لم يحبه فيبدو عليه انه سيتقي ومع ذلك كان يجعل ممثليه بطريقته غير المباشرة هذه يفعلون ما يريده منهم في اليوم الاول من تصوير الخطوات التسع والثلاثون عام الف وتسعمائة وخمسة وثلاثين وصل الممثلان الرئيسيان في الفيلم مادلين كارول وروبيرت دونات الى موقع التصوير متوترين بعض الشيء ففي ذلك اليوم سيؤديان احد اكثر المشاهد تركيبا في الفيلم سيلعبان دوري شخصين غريبين نسبيا ثم تقييدهما معا بالاصفاد في مشهد سابق ويضطران الى الركض في الريف الاوسكتلندي الذي تمت محاكاته في الاستوديو هربا من الاشرار لم يعطهما هيتشكوك اي اشارة حول الطريقة التي ينبغي ان يؤدي بها المشهد وكانت كارول تحديدا منزعجة من سلوك المخرج ولا غرابة في ذلك فهذه الممثلة الانجليزية التي كانت تعد من اكثر النجمات اناقة في زمنها كانت قد عملت طويلا في هوليوود حيث كان يعاملها المخرجون كملكة اما هيتشكوك فبدى بعيدا ويصعب فهمه فقررت لعب الدور بنوع من الكبرياء والتحفظ بالطريقة التي ظنت ان سيدة يمكن ان تتفاعل فيها مع فكرة انها مقيدة بالاصفاد مع رجل غريب ولكي تتجاوز توترها راحت تتحدث بحميمية مع دونات محاولة ان تنشئ بينهما جوا من التعاون حين وصل هيتشكوك الى موقع التصوير شرح المشهد للممثلين قيدهما بالاصفاد وراح يقودهما في موقع التصوير على ديكور جسر واشياء اخرى ثم استدعاه احدهم لاستشارته في مسألة تقنية فقال للممثلين ان يستريح قليلا وانه سيعود بعد قليل بحث في جيبه عن مفتاح الاصفاد لكنه لم يعثر عليه ثم انطلق مسرعا زاعما انه سيبحث عن المفتاح مرت ساعات اصبح خلالهما الممثلان محبطين ومحرجين اذ شعر انهما فجأة غير مسيطرين على الامور وهو احساس طبيعي بالنسبة الى نجمين في موقع التصوير وفي حين كان حتى اصغر العاملين في الفيلم يتنقلون بحرية كان النجمان عالقين معا وقد انتهى جو المرح الذي كان سائدا قبل ذلك بينهما بفعل تلك الحميمية المفروضة ووضعهما المزعج لم يكن بوسعهما الذهاب الى الحمام حتى كان الامر مذلا اعاد هيتشكوك بعد الظهر وقال انه عثر على المفتاح بدأ التصوير لكن كان صعبا على الممثلين تجاوز التجربة التي مر بها انتهى الهدوء الاعتيادي الذي يميز نجوم السينما كارول نسيت كل افكارها المسبقة حول الطريقة التي ستلعب بها الدور ومع ذلك ورغم غضبها هي ودونات فقد بدى المشهد مفعما بالتلقائية المفاجئة اصبح يعرفان ماذا يعني ان يكون مقيدين معا شعر بغرابة الامر لذا لا حاجة لان يمثل لقد خرج الاداء من داخلهما بعد اربع سنوات صور هيتشكوك ريبيكا مع جوان فونتين ولورانس اولفيه وكانت فونتين في الحادية والعشرين وتلعب اول بطولة لها وكانت مرعوبة من التمثيل قبالة اولفيه الذي كان معروفا بعبقريته كممثل اي مخرج اخر كان سيحاول ان يخفف من مخاوفها لكن هيتشكوك بدأ انه يفعل العكس اختار ان يمرر لها نميمة تسري بين بقية الممثلين وفريق العمل بانها ليست اهلا للدور وان اولفيه كان يريد ان تلعبت دور زوجته في فيان لاي شعرت فونتين بالرعب والعزلة وعدم الثقة وهي بالضبط مواصفات شخصيتها في الفيلم بالكاد كانت بحاجة الى التمثيل وكان دورها الذي لا ينسى في ريبيكا بداية مهنة مزدهرة بالنسبة اليها حين صور هيتشكوك قضية باراداين عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين كانت الممثلة الرئيسية انتود تقوم باول بطولة لها في فيلم هوليوودي فكان يصعب عليها الاسترخاء لذا في لحظات الصمت التي تسود موقع التصوير قبل ان يصرخ المخرج اكشن كان هيتشكوك يخبرها قصة ذات طابع جنسي فاحش تجعلها تضحك او تشهق مصدومة وقبل احد المشاهد حيث كان عليها التمدد في السرير بثياب نومها الانيقة قفز هيتشكوك عليها فجأة وصرخ بها استرخي حركات كهذه سهلت عليها ان تسترخي وتكون طبيعية حين كان الممثلون او فريق العمل يتعبون خلال التصوير او يسترخون اكثر من اللزوم ويبدأون بالثرثرة بدلا من التركيز على العمل لم يكن هيتشكوك يتذمر او يصرخ بل يكسر لمبة بقبضته او يقذف كوب الشاي على الجدار فيصعو الجميع ويستعيد تركيزه من الواضح ان هيتشكوك لم يكن يولي ثقة كبيرة للغة والشروحات ويفضل الفعل على الكلام كطريقة للتواصل وهذا الامر امتد الى اشكال افلامه ومضامينها وكان هذا يصعب مهمة كتاب السيناريو تحديدا ففي نهاية الامر كانت مهمتهم وضع الفيلم كتابة خلال الاجتماع الخاص بمناقشة القصة كان هيتشكوك يناقش الافكار التي تهمه من قبيل ازدواجية الناس وقدرتهم على ارتكاب الخير والشر معا وحقيقة انه ليس من احد بريء في هذا العالم فيبدأ الكتاب بانتاج صفحات وصفحات تعبر ببراعة وبطرق غير مباشرة عن هذه الافكار ليجدها قد حذفت لاحقا لصالح الحركة والصور في فيرتيغو 1958 وثمانية وخمسين وسايكو 1960 مثلا ادخل هيتشكوك المرايا في كثير من المشاهد في سيبل باوند 1945 كانت صور خطوط التزلج على الجليد واشكال اخرى من الخطوط المتوازية اما الجريمة في غريبان على قطار 1951 فقد تم تصويرها عبر انعكاسها في كأسين بالنسبة الى هيتشكوك فان صورا كهذه تعبر عن فكرة الازدواجية في الروح البشرية افضل من الكلمات لكن على الورق وحجم رؤوس الممثلين ضمن اللقطة والسرعة التي يتحرك بها الناس بدأ انه يفضل اكثر هذه التفاصيل البصرية على القصة نفسها ثم ينتهي الفيلم وفجأة كل ما كان يبدو غريبا في اسلوب عمله يصبح مفهوما وممتازا كان الجمهور يتفاعل مع افلام هيتشكوك اكثر من اي مخرج اخر الصور واقاع الكاميرا كانت تشدهم اليها وتؤثر بهم لم يكن الفيلم الذي يخرجه هيتشكوك يشاهد فحسب بل كان تجربة تعاش وتبقى في الذاكرة بعد فترة طويلة من المشاهدة تفسير في المقابلات الصحفية كان هيتشكوك غالبا ما يروي قصة متعلقة بطفولته حين كان في نحو السادسة ارسله والده المستأ من امر فعله الى مركز الشرطة وهو يحمل ملحوظة وحين قرأ الضابط المناوب هذه الملحوظة وضعه في زنزانة وقال له هذا ما نفعله بالاولاد الاشرار ثم اطلاق سراحه بعد بضع دقائق لكن هذه التجربة تشكلت بصمة لا تمحى في نفسه لو ان والده صرخ به مثل ما يفعل معظم الاباء لا اصبح دفاعيا ومتمردا لكن حين تركه وشأنه محاطا برجال الشرطة في زنزانة معتمة تفوح بروائح غريبة فقد كانت هذه طريقة اقوى بكثير لإيصال الفكرة مثل ما اكتشف هيتشكوك لكي تلقن الآخرين درسا ولكي تغير سلوكهم حقا عليك أن تغير تجربتهم وأن تستهدف مشاعرهم وأن تبث صورا لا تنسى في عقولهم وبصورة عامة أن تهزهم ما لم تكن عبقريا في البلاغة فمن الصعب فعل ذلك عبر الكلمات والتعبيرات المباشرة هناك ببساطة الكثير من الناس الذين يتحدثون إلينا ويحاولون إقناعنا بهذا الأمر أو ذاك الكلمات تصبح جزءا من هذا الصخب الذي إما نصم آذاننا عنه أو نصبح دفاعيين حياله لكي تتواصل مع الآخرين بطريقة عميقة وفعالة عليك أن تعيدهم إلى طفولتهم حين كانوا أقل ميلا للدفاع عن النفس وأكثر تأثرا بالأصوات والصور والأفعال أي في عالم ما قبل التواصل بالكلمات ويتطلب ذلك التكلم بلغة هي مزيج من الأفعال المصممة استراتيجيا لكي تؤثر على أمزجة الناس وعواطفهم التي لا يملكون سيطرة كبيرة عليها وهذه بالضبط اللغة التي طورها هيتشكوك بصورة ممتازة على مر السنين كان يريد الحصول من الممثلين على أكثر أداء تلقائي ممكن أي من حيث الجوهر جعلهم لا يمثلون ومن العبثي أن يطالبهم بالاسترخاء وبأن يكونوا طبيعيين فهذا سيجعلهم أكثر غرابة وميلا إلى الدفاع مما هم عليه أصلا عوضا عن ذلك ومثل ما جعله والده يشعر بالرعب في مركز الشرطة الإنجليزي كان يدفعهم إلى الإحساس بالعواطف التي يريدها في الفيلم الإحباط العزلة فقدان القدرة على الحركة بالطبع لم يضع هيتشكوك الأصفاد في فيلم تسع وثلاثون خطوة مثل ما اكتشف دونات لاحقا بل كانت تلك واحدة من استراتيجياته وبدلا من حث الممثلين بالكلمات المستفزة التي تأتي من الخارج وتتم مقاومتها كان يجعل تلك المشاعر جزءا من تجربتهم الداخلية وكان هذا يترجم مباشرة على الشاشة ومع الجمهور أيضا لم يعطي هيتشكوك أي رسالة بل استعمل القدرات البصرية للفيلم لكي يعيد المشاهدين إلى طفولتهم حين كانت الصور رموزا قوية لها تأثير باطني قوي لا مناصف معارك الحياة اليومية من أن تكون قادرا على إيصال أفكارك للآخرين لكي تتمكن من تغيير تصرفاتهم التواصل هو نوع من أنواع الحرب أعداؤك هنا دفاعيون يريدون أن تتركهم وشأنهم مع معتقداتهم وأفكارهم المسبقة كلما اخترقت دفاعاتهم بعمق أكبر واستحوت على عقولهم كنت أكثر فعالية فيما تريد إيصاله أما التعبيرات الكلامية فإنها تجعل الناس يشنون حربا أشبه بحروب القرون الوسطى فيستعملون الكلمات والمطالبات ودعوات الانتباه مثل الفؤوس والهروات يضربون بها رؤوس الناس لكنهم بتصرفهم المباشر هذا يدفعون الآخرين على أن يكونوا أكثر دفاعية بدلا من ذلك يجب أن تكون غير مباشر أو تقليدي وأن تتحايل على الناس لكي يخفضوا دفاعاتهم مستهدفا عواطفهم ومغيرا تجاربهم ومذهلا إياهم بالصور والرموز القوية والإشارات الداخلية ولأنك تقاتل بطريقة غير اعتيادية فستحظى بقوة غير اعتيادية سأل الكاهن ريوكان معلم الزين بوكان عن تفسير لعوالم الدراما الأربعة فقال بوكان لا يحتاج شرح عوالم الدراما الأربعة إلى الكثير من الهذر وملأ كوبا من الشاي وشربه ثم حطم الكوب إلى أجزاء أمام عيني الكاهن قائلا أفهمت الفكرة؟ فأجابه شكرا لك على تعليمك القائم على مبدأ الآن وهنا لقد تغلغلت إلى داخل مجال المبدأ والحدث تريفور ليجيت الساموراي الزن مبادئ القتال المتعاكس 1958 العقل المفكر في العام 1498 عين الشاب البالغ من العمر 29 عاما نيكولا ميكافيلي سكرتير مكتب الأرشفة الثاني في فلورنسا الذي كان يدير علاقات المدينة الخارجية كان اختياره غير اعتيادي فهو من نسب عائلي متدن نسبيا ولا يملك خبرة سياسية ويفتقر إلى شهادة قانونية أو أي مؤهلات عملية لكنه كان يعرف شخصا في الحكومة كان يرى فيه قدرات كبيرة وبالطبع تفوق ميكافيلي خلال سنوات قليلة على جميع زملائه بفعل طاقته التي لا تنضب وتقاريره الثاقبة حول المسائل السياسية ونصائحه الممتازة للسفراء والوزراء وقد أكسبه ذلك مهمات رفيعة من قبيل السفر في أنحاء أوروبا للقاء الأمير سيزار بورجيا لكي يكتشف نواياه تجاه فلورنسا ثم الملك لويس الثاني عشر في فرنسا ثم البابا يوليوس الثاني في روما بدأ أنه في بداية حياة مهنية مزدهرة لكن الأمور لم تكن بهذه الروعة بالنسبة إلى ميكافيلي فقد كان يتذمر أمام أصدقائه من أن يتلقى راتبا ضئيلا جراء عمله الحكومي وأنه يقوم بالعمل الشق في مختلف المفاوضات ليأتي وزير ما في اللحظة الأخيرة ويقطف ثمار عمله وينال التقدير بدلا منه الكثير ممن يعلونه رتبة كان يقول مجرد أغبياء وكسالة وقد عينوا في مناصبهم بسبب أصلهم وفصلهم وعلاقاتهم لا بسبب مواهبهم ومهاراتهم وأخبر أصدقائه أنه طور فنا للتعامل مع هؤلاء الناس ووجد طريقة يستغلهم بها بدلا من أن يستغله قبل وصول ميكافيلي إلى تلك الوظيفة كانت فلورنسا محكومة من قبل عائلة ميداشي التي أطيحت في 1494 حين أصبحت المدينة جمهورية وفي العام 1512 مول البابا يوليوس الثالث جيشا ليستولي على فلورنسا بالقوة ونجحت خطته وعادت عائلة ميداشي إلى الحكم وهي مدينة للبابا بعد بضعة أسابيع سجن ميكافيلي بسبب تهمة مبهمة بالتآمر ضد العائلة الحاكمة وقد تم تعذيبه لكنه رفض الاعتراف سواء بتورطه هو أم بتورط آخرين وفي مارس 1513 تم إطلاق سراحه وتقاعد في مزرعة صغيرة تملكها عائلته على بعد بضعة أميال خارج فلورنسا كان لدى ميكافيلي صديق مقرب يدعى فرانسيسكو فيتوري تمكن من النجاة من التغييرات التي طرأت على الحكومة وأن يتقرب من العائلة الحاكمة وفي ربيع 1513 بدأ يتلقى رسائل من ميكافيلي يصف له فيها حياته الجديدة ليلا يغلق على نفسه باب مكتبه ويروح يتأمل عقول الشخصيات التاريخية العظيمة محاولا الكشف عن أسرار قوتهم وكان يريد تلخيص الأمور الكثيرة التي تعلمها بنفسه عن السياسة وفن الحكم وكتب لفيتوري أنه يعمل على كتاب صغير يدعى الأمير حيث أغوص بما أمكنني من العمق في الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع مناقشا طبيعة الحكم الأميري وأشكاله وكيف يتم الوصول إليه والحفاظ عليه وتضيعه وقال له إن المعرفة والنصائح التي يتضمنها هذا الكتيب أكثر نفعا لأمير مما لجيش كبير فربما يستطيع في توري أن يعرضه على أحد أمراء مديشي الذي يمكن أن يهديه ميكافيلي عمله هذا وقال له إن الكتيب سيكون عظيما نفع لهذه العائلة من الأمراء الجدد كما من شأنه أن يعيد إحياء حياة ميكافيلي المهنية إذ أصبح مثبط الهمة بسبب عزلته عن عالم السياسة مرر في توري المقالة إلى لورينز ديمديشي الذي استقبله بحفاوة أقل بكثير من استقباله كالبي صيد قدم له في الوقت نفسه وفي حقيقة الأمر لقد أربك الأمير في توري نفسه بسبب النصائح العنيفة واللا أخلاقية التي يتضمنها لكن لغته كانت موضوعية وواقعية مزيج غريب وغير مألوف كان الكاتب يقول الحقيقة لكن بجرأة زائدة بعض الشيء وقد أرسل ميكافيلي المخطوط إلى أصدقاء آخرين لم يعرفوا ما يفعلونه به أتراه نوعا من السخرية فاحتقار ميكافيلي للأرستقراطيين الذين يملكون النفوذ ولا يملكون العقول معروف جيدا لأصدقائه سرعان ما ألف ميكافيلي كتابا آخر عرف لاحقا باسم المطرحات الذي يعرض فيه أحاديثه مع أصدقائه منذ تراجع أحواله كما يتضمن سلسلة من التأملات في السياسة وبعض النصائح العنيفة التي تضمنها كتابه السابق لكنها كانت موجهة أكثر نحو تأسيس جمهورية لا إلى أمير محدد خلال السنوات القليلة التالية استعد ميكافيلي حظوته السابقة وسمح له بالمشاركة في الشؤون السياسية كما كتب مسرحية ماندرا جولا التي رغم فضائحيتها نالت إعجاب البابا وعرضت في الفاتيكان كما فوض بكتابة تاريخ فلورنسا أما كتاباه الأمير والمطرحات فظل دون نشر لكن صار يتم تناقلهما بين القادة والسياسيين في إيطاليا كان جمهور قرائهما صغيرا وحين توفي ميكافيلي في 1527 بدأ أن السكرتير السابق للجمهورية عاد إلى النسيان الذي جاء منه لكن بعد موته بدأ كتاباه غير المنشورين يتنقلان خارج إيطاليا وفي 1529 حصل توماس كرومويل الوزير المحنك في عهد ملك إنجلترا هينير الثامن على نسخة من الأمير وقرأه باهتمام وتمع وشكلت الأمثلة التاريخية في الكتاب متعة كبيرة بالنسبة إليه لم تكن لغته الصريحة بغريبة بقدر ما كانت حيوية والأهم أن النصائح غير الأخلاقية كانت لا تقدر بثمن لقد شرح الكاتب ليس فقط ما الذي يجدر بالحاكم فعله للحفاظ على السلطة بل كيف يقدم أفعاله لعامة الناس لم يستطع كرومويل أن لا يقتبس ميكافيلي في النصائح التي يوجهها للملك خلال العقود التي تلت موت ميكافيلي ترجم كتابه إلى لغات عدة وأصبح واسع الانتشار ومع مرور القرون أصبح له حياة خاصة به بل حياتان فهو مدان على نحو واسع على اعتباره غير أخلاقي ومقرؤ من قبل الشخصيات السياسية الكبيرة على مر الأزمنة وقد تعامل معه الوزير الفرنسي الكاردينال ريشليه كنوع من الكتاب المقدس أما نابليون فكان غالبا ما يلجأ إليه وبمساعدته فولتير كتب الملك البروسي فريدريك الكبير كتيبا بعنوان ضد ميكافيلي لكنه طبق بصورة حرفية ودون ما خجل الكثير من أفكار ميكافيلي ومع وصول كتبه إلى عدد أوسع من القراء امتد تأثير ميكافيلي خارج حدود السياسة فقد وجد فلاسفة من أمثال بايكون وهيجل في كتاباته تأكيدا على الكثير من نظرياتهم أما الشعراء الرومنطقيون من أمثال لورد بايرون فأعجب بالطاقة الروحية التي تكتنفها هذه الكتابات وفي إيطاليا وإرلندا وروسيا وجد الثوار الشباب في المطارحات نوعا من الإلهام ومسودة لما ينبغي أن تكون عليه مجتمعاتهم في المستقبل على مر القرون قرأ الملايين كتب ميكافيلي للحصول على نصائح قيمة حول السلطة والحكم لكن أيمكن أن يكون ميكافيلي هو الذي استعمل أو استغل هؤلاء القراء فقد كشفت كتاباته ورسائله التي اكتشف بعضها بعد قرون من موته عن إشارات تدل على أنه فكر بعناية في استراتيجية الكتابة نفسها وفي القوة التي يمكنه الحصول عليها بعد موته عبر تهريب أفكاره بطريقة غير مباشرة وبعمق إلى رؤوس قرائه وتحويلهم إلى تلاميذ غير واعين لفلسفته اللا أخلاقية تفسير حين تقعد ميكافيلي في مزرعته أتيحت له المسافة الكافية والوقت للتفكير بعمق بالمسائل التي تشغل باله أولا شكل ببطء الفلسفة السياسية التي كانت تختمر منذ مدة طويلة في عقله بالنسبة إليه كان الخير المطلق هو عالم من التغير الديناميكي الذي يعيد من خلاله أبناء المدن أو الجمهوريات تنظيم شؤونهم وقواهم ضمن حركة دائمة أما الشر الأكبر فيكمن في الجمود والرضا عن الأوضاع القائمة أما عوامل التغيير الصحي فهم الذين أسماهم الأمراء الجدد وهم شبان طموحون أسود جزئية وثعالب جزئية يعادون بوعي أو غير وعي منهم النظام القائم ثانيا حلل ميكافيل العملية التي يصل بها الأمراء الجدد إلى ذروة الحكم وكيف يقعون ثانية كان ثمة معايير أكيده الحاجة إلى التحكم بالمظاهر واللعب على منظومة معتقدات الناس وأحيانا القيام عمدا بأفعال لا أخلاقية كان ميكافيل يتوسل السلطة لنشر أفكاره ونصائحه وإذ حرم من ممارسة السلطة سياسيا قرر أن يفوز بها عبر كتاباته سيحول القراء إلى اعتناق قضيته وسيقومونهم بنشر أفكاره سواء بوعيهم أو دون وعيهم كان يعرف أن الأقوياء أو النافذين يترددون غالبا في تلقي النصح خصوصا من شخص أدنى منهم كما كان يعرف أن الكثيرين ممن ليسوا في السلطة قد تخيفهم تلك النواحي الخطرة في فلسفته وأن كثيرا من القراء سينجذبون إليها وينفرون منها في آن معدوم السلطة يريدون الحصول عليها لكنهم يخشون مما يمكن أن يضطروا إلى فعله لبلوغها لكي يتمكن من الفوز بالمترددين والمقاومين لفلسفته عليه أن يكون استراتيجيا وغير مباشر وبارعا في كتاباته لذا شكل تكتيكات تعبيرية غير تقليدية لكي ينفذ عميقا وراء دفاعات القراء أولا حشد كتبه بالنصائح التي لا غنى عنها أفكار عملية حول كيفية الوصول إلى السلطة والاستمرار فيها وحمايتها وهذا جذب القراء من كل الأنواع لأن جميع البشر يفكرون أولا بمصالحهم الذاتية أيضا مهما بلغت مقاومة القارئ فإنه يدرك أن تجاهله هذا الكتاب وما يحتويه من أفكار قد يكون أمرا خطرا عليه بعد ذلك عرض في كتاباته الكثير من النوادر والقصص التاريخية التي توضح أفكاره يحب الناس الطرق التي تجعلهم يتخيلون أنفسهم قياصرة معاصرين أو حكاما من آلم دشي كما تسليهم القصص الجيدة والعقول المنفتحة على القصص تقل دفاعاتها وتكون أكثر تقبلا للأفكار نادرا ما يلاحظ القراء أنهم بقراءتهم هذه القصص أو بالأحرى الصور التي رسمها ميكافيلي عنهم في حال كانوا مختلفين فإنهم يهضمون هذه الأفكار كما اقتبس عن كتابات كلاسيكية معدلا في سياقها لتتناسب مع أهدافه إن أفكاره ونصائحه الخطرة يمكن تقبلها بسهولة أكبر لو صدرت عن ليفي أو تكتيوس أخيرا استعمل ميكافيلي لغة بسيطة وصريحة ليضفي حيوية على كتاباته فبدلا من أن تتباطأ وتتوقف عقول القراء تحدوهم الرغبة في الذهاب أبعد من الفكر والقيام بأفعال حقيقية غالبا ما تأتي نصائحه في تعبيرات عنيفة لكنها تساعد في إيقاظ القراء من جمودهم وغفلتهم كما إن هذه اللغة تعجب الشباب أي الأرضية الأخصب التي ينشأ منها الأمراء وقد ترك ميكافيلي كتاباته مفتوحة النهايات من دون أن يقول للقراء ما يجدر بهم فعله بالضبط عليهم أن يستعمل أفكارهم وتجاربهم الخاصة لكي يملأوا هذه المناطق الشغيرة في كتاباته فيصبح عمليا شركاء في النص وعبر هذه الأدوات المختلفة تمكن ميكافيلي من الهيمنة على قرائه مخفيا طبيعية التلاعب الذي قام به عليهم فمن الصعب دائما مقاومة ما لا تراه افهم هذا قد تملك أفكارا رائعة من النوع الذي يقلب العالم رأسا على عقب لكن ما لم تعبر عنها بفاعلية فإنها تبقى ضعيفة ولا تملك القدرة على الدخول إلى عقول الناس بطريقة عميقة ودائمة عليك أن تركز لا على نفسك أو عما تحتاج إلى التعبير عنه ولكن على جمهورك أو قرائك تماما كما يركز جنرال عسكري على العدو الذي يضع الاستراتيجيات لإلحاق الهزيمة به حين تتعامل مع أناس ضجرين وقدرتهم على الانتباه قليلة فعليك أن تسليهم وأن تهرب أفكارك من الباب الخلفي أما مع القادة فعليك أن تكون حذرا وغير مباشر ربما عبر استعمال طرف ثالث لإخفاء مصدر الأفكار التي تحاول نشرها مع الشباب ينبغي أن يكون تعبيرك أكثر عنفا وبصورة عامة ينبغي أن تحتوي كلماتك على الحركة لكي تشد القراء إليها من دون أن توقظ ذكاءهم الخاص أنت لا تسعى إلى التعبير الشخصي بل إلى القوة والتأثير كلما قل وعي الناس وتركيزهم على الشكل الذي تختاره لإيصال أفكارك قل إدراكهم لمدى خطورة الأفكار التي تدخلها إلى رؤوسهم لبعض الوقت لم أقل أبدا ما أؤمن به ولم أؤمن أبدا بما قلته وإذا ما قلت أحيانا ما أفكر فيه فإنني دائما أخفيه بين عدد من الأكاذيب بحيث يصعب الوصول إليه نيكولا ميكافيلي رسالة إلى فرانشيسكو جويتشيارديني 1521 مفاتيح الحرب بحث الناس لقرون عن المعادلة السحرية التي يمكن أن تمنحهم قوة التأثير على الآخرين بالكلمات وقد كان هذا البحث صعب الإدراك معظم الأحيان فالكلمات تحتوي على صفات غريبة ومتناقضة قدم لأحدهم نصيحة مهما كانت صائبة فإنك تلمح إلى أنك تعرف أكثر منه وبالتالي فإن كلماتك الحكيمة تجعلهم أكثر التصاقا بالعادات عينها التي تسعى إلى تغييرها حين تخرج كلماتك إلى العلن فإن الآخرين يتصرفون بها على هواهم ويفسرونها وفقا لمفاهيمهم الخاصة غالبا حين يبدو أن الناس يصغون باهتمام ويهزون رؤوسهم دلالة على الاقتناع فإنهم يحاولون أن يكونوا لطفا أو يحاولون فقط التخلص منك هناك ببساطة الكثير من الكلمات التي تغمر حياتنا بحيث يصعب أن يكون للكلام أي تأثير حقيقي ودائم هذا لا يعني أن البحث عن السلطة أو القوة عبر الكلمات بلا طائل بل يعني أن الكلمات ينبغي أن تكون أكثر استراتيجية وأن تستند إلى المعرفة بالخواص النفسية الأساسية ما يغيرنا ويغير تصرفاتنا حقا ليس الكلمات التي نسمعها من شخص آخر لكن تجربتنا الخاصة أي شيء ينبثق من داخلنا حين يهزنا حدث معاطفيا فإنه يكسر المعايير المعتادة التي نرى العالم من خلالها ويكون لها أثر دائم علينا أما الكلام الذي نقرأه أو نسمعه من أستاذ عظيم فإنه يحملنا إلى التساؤل عما نعرفه ويدفعنا إلى تأمل الموضوع المطروح وفي سياق ذلك يغير طريقة تفكيرنا إن الأفكار تصبح داخلية ويتم التعامل معها كتجربة شخصية الصور التي نشاهدها في فيلم ما تخترق لا وعينا وتتواصل مع الجانب الما قبل لغوي فينا وتصبح جزءا من أحلامنا فقط ما يحركنا عميقا من الداخل ويتجذر في عقولنا كتجربة شخصية يملك القدرة على تغيير ما نفعله بصورة دائمة أولى الفيلسوف اليوناني سقراط عناية كبرى وتأمل بعمق في طبيعة التواصل وكان هدفه بسيطا أراد أن يدفع الناس إلى إدراك أن معرفتهم بالعالم سطحية إن لم تكن خاطئة كليا لو أنه حاول أن يقول فكرته هذه بطريقة تقليدية ومباشرة لجعل جمهوره مقاوما ولعزز جمودهم الفكرية أكثر وهكذا عبر إمعان النظر في هذه الظاهرة والكثير من التجارب توصل سقراط إلى وضع منهج معين أولا يظهر نفسه بمظهر الجاهل ويخبر جمهوره ومعظمه من الشباب أنه هو نفسه يعرف القليل وأن الحكمة التي اشتهر بها هي مجرد كلام وفي الأثناء يجامل المستمعين ويغذي غرورهم عبر امتداح أفكارهم بطريقة مرتجلة ثم عبر سلسلة من الأسئلة التي تكون حوارا مع أحد المستمعين يقوم بتمزيق الأفكار نفسها التي قد امتدحها قبل قليل لم يكن يقول أي شيء سلبي لكن عبر الأسئلة يجعل الشخص الآخر يرى بنفسه نقص أو خطأ أفكاره وكان هذا يحدث إرباكا فهو أعلن عن جهله وامتدح بصدق أفكار محاوريه ومع ذلك فقد أثار الكثير من الشكوك حول معارفهم المزعومة كان الحوار يبقى في عقول محاوري سقراط أياما عدة ويقودهم إلى التشكيك بأنفسهم بأفكارهم حول العالم فيصبحون أكثر استعدادا لتقبل المعرفة الحقيقية والأفكار الجديدة وقد تمكن سقراط من كسر المفاهيم المسبقة حول العالم عند الناس عبر لعب دور ما أسماه القابلة فهو لم يغرس أفكاره بل ساعد على إثارة الشكوك الكامنة في عقول الجميع كان نجاح المنهج السقراطي مذهلا فقد تأثر به جيل كامل من الشباب الأثني وتحولت أفكارهم بالكامل بفعل تعاليمه أحد أشهر تلاميذه كان بلات الذي نشر أفكار معلمه كما لو كانت إنجيلا ولعل تأثير بلات على الفكر الغربي أعظم من أي شخص آخر كان منهج سقراط استراتيجيا بدأ بالخفض من قيمته وإعلاء قيمة الآخرين مزيلا بذلك دفاعاتهم الذاتية الطبيعية ثم يستدرجهم إلى متاهة من النقاشات التي لا يجدون مخرجا منها والتي يتم التشكيك خلالها بكل معتقداتهم السابقة وبحسب ألسبيدس وهو من الشبان الذين فتنوا بسقراط فإن المستمع إليه لم يكن يعرف حق العلم ما يعتقد به أو ما يعنيه فكل ما يقوله استعاري وينطوي على مفارقات ساخرة وبما أن المستمع لا يكون واثقا مما يفعله سقراط فإنما يطفو على السطح خلال تلك النقاشات أو المجادلات ليس إلا إرباكه وشكه الخاصين هكذا كان يغير نظرته إلى العالم من الداخل فكر في هذا المنهج على أنه التواصل بالعمق غالبا ما يبقى الخطاب العادي وحتى الكتابة أو الفن الجيد على السطح وتستهلك محاولاتنا التواصل مع الآخرين بصخب الحياة اليومية الذي يصم آذانهم وحتى لو لمس شيء قلناه أو فعلناه أو تارهم العاطفية وأنشأ نوعا من الصلة فإن هذه الصلة نادرا ما تبقى في العقول وقتا كافيا بحيث تغير طريقة تفكيرهم وسلوكهم في كثير من الأحيان يكون هذا التواصل السطحي جيدا فالسعي إلى التواصل مع الآخرين مرهق لكن أحيانا يكون ضروريا الوصول إلى عمق الآخرين لتغيير سلوكهم السيء أو أفكارهم الخاطئة إنما يحتاج إلى اهتمام خاص منك ليس مضمون ما تريد إيصاله بل شكله الطريقة التي تأخذ بها الناس إلى الاستنتاجات التي تريدها بدلا من أن تخبرهم برسالتك بالكثير من الكلمات إذا أردتهم أن يغيروا عادة سيئة مثلا فعليك أن تظهر لهم بدلا من وعظهم مدى الضرر الذي تلحقه هذه العادة بالآخرين إذا أردت أن تحسن مشاعر الأشخاص المفتقرين إلى الثقة بالنفس فإن المديح الكلامي يؤدي إلى نتيجة سطحية وما عليك فعله هو أن تستحثهم على فعل شيء ملموس أن تمنحهم تجربة حقيقية وهذا سيترجم إلى إحساس أعمق بالثقة بالنفس إذا أردت إيصال فكرة مهمة عليك أن لا تعظ بل اجعل المستمعين إليك أو قراءك يربطون بين النقاط ويتوصلون بأنفسهم إلى الاستنتاجات احملهم على إدخال هذه الفكرة إلى أعماقهم بحيث تبدو أنها تنبثق من عقولهم هم هذا التواصل غير المباشر يملك قوة النفاث أعمق وراء دفاعات الناس حين تتحدث بهذه اللغة الجديدة يعمل توسيع مفرداتك إلى ما هو أبعد من التواصل الصريح يمكن مثلا استعمال الصمت ببقائك صامتا وامتناعك عن الرد تقول الكثير بعدم قولك ما يتوقع منك الناس قوله فإنك تستنفر انتباه الناس على نحو مماثل فإن التفاصيل أو ما يسميها ميكفيل الأشياء الصغيرة الكامنة في نص أو خطاب أو عمل فني لديها قوة تعبيرية كبيرة حين كان المحامي والخطيب الرومني ششر يريد أن يشوه سمعة متهم ينوي إدانته لم يكن يوجه له التهم بل يسرد تفاصيل حياته البذخ الهائل في منزله هل حصل عليه بطرق غير قانونية الإسراف في حفلاته فخامة ثوبه الإشارات الصغيرة التي تدل على أنه يعتبر نفسه متفوقا على الروماني العادي كان ششر يعدد هذه الأشياء بطريقة عرضية ومن دون أن يضرب بها مستمعيه مباشرة فإنه يوجههم من خلالها إلى الخروج باستنتاج محدد في أي وقت من الأوقات من الخطر التعبير عن أفكار تعارض الرأي العام أو تهين معايير المنطق السائدة من الأفضل أن تظهر بمظهر المسلم بهذه المعايير الراسخة ثم عبر تكرار الحكمة المقبولة تقوم بتضمين الاستنتاج الأخلاقي الصائب لكن يمكنك استعمال بعض التفاصيل هنا وهناك لكي تقول شيئا آخر إذا كنت تكتب رواية على سبيل المثال قد تضع أفكارك الخطرة على لسان الشخصية الشريرة لكن تعبر عنها بعذوبة وطلاقة تجعلها أكثر جاذبية من خطابات البطل الصالح لن يفهم الجميع تضمينات وطبقات المعنى لكن بعضهم بالتأكيد سيفهم على الأقل الذين يملكون حاسة التمييز كما إن الرسائل المختلطة المعاني ستثير جمهورك وتجعلهم يشعرون أنهم يكشفون بأنفسهم عن المعنى كلما شارك الناس في عملية الاتصال أدخلوا أكثر الأفكار التي تتضمنها إلى أعماقهم حين تضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ تجنب الخطأ الشائع بأن تلفت انتباه الناس عبر شكل صادم وغريب فالاهتمام الذي تحصل عليه بهذه الطريقة سطحي وقصير المدى حين تستعمل شكلا ينفر الجمهور العريض فإنك تضيق إطار جمهورك وينتهي بك الأمر بوعظ الأشخاص المقتنعين أساسا كما تظهر حالة ميكافيلي فإن استعمال شكل تقليدي أكثر فاعلية على المدى الطويل فهو يجذب الجمهور الأعرض الذي ما إن تحصل عليه حتى يصبح بوسعك إيصال المضمون الحقيقي ولو كان صادما عبر التفاصيل والتضمينات في الحرب كل شيء تقريبا يتم الحكم عليه بحسب نتائجه إذا قاد جنرال جيشه إلى الهزيمة فإن نواياه النبيلة لتعود مهمة ولا تلك العوامل الطارئة التي حرفته عن مساره لقد خسر ولن تنفع الأعذار إحدى أكثر أفكار ميكافيلي ثورية هي تطبيق هذا المعيار على السياسة ليست مهمة أقوال الناس أو نواياهم بل نتائج أفعالهم وما إذا كانت السلطة قد زادت أو نقصت وفقا لهذه الأفعال وهذا ما يسميه ميكافيلي الحقيقة المؤثرة أي الحقيقة الفعلية ما يحدث في الواقع لا في الكلام والنظريات خلال دراسته لحياة أحد البابوات مثلا كان ميكافيلي ينظر إلى التحالفات التي أنشأها والثروة والأراضي التي حصل عليها لا على شخصيته أو خطابه الديني الأفعال والنتائج لا تكذب يجب أن تتعلم تطبيق القياس نفسه على المحاولات التي تقوم بها للتواصل والتي يقوم بها الآخرون أيضا إذا قال رجل أو كتب شيئا يعتبره ثوريا ويأمل أنه سيغير العالم ويحسن الجنس البشري لكن في نهاية المطاف لم يتأثر أحد بأقواله فعندها لا يعد ثوريا ولا تقدميا على الإطلاق التواصل الذي لا يساعد قضيته على التقدم أو ينتج النتيجة المرجوة ليس إلا ثرثرة وانغماسا في الذات لا يعكس سوى رغبة قائلة بسماع صوته ولعب دور الرسول الأخلاقي الحقيقة المؤثرة هنا حول ما كتبه أو قاله هي أنه لم يتغير أي شيء القدرة على الوصول إلى الناس والتأثير بهم هي أمر جدي حرب استراتيجية وجدية يجب أن تكون قاسيا على نفسك أكثر من قسوتك على الآخرين فالفشل في التواصل ليس خطأ الجمهور البليد بل الشخص غير الاستراتيجي الذي حاول التواصل معه صورة الخنجر إنه عريض ومعقوف لا يحتاج إلى شحذ ففي شكله يكمن كماله كأداة هدفها لاختراق بسلاسة وعمق سواء غرز في الجانب أم الظهر أو في القلب مباشرة فإن مفعوله قاتل حجة لا أستطيع توليد الحكمة بنفسي وذلك الاتهام الذي أتهم به بأنني أشكك بالآخرين دون أن أخرج بحكمة تنير الطريق هو اتهام دقيق وسبب هذا هو التالي يرغمني الله على لعب دوري القابلة ويمنعني من أن ألد بنفسي سقراط أربعمائة وسبعين ثلاثمائة وتسعة وتسعين قبل الميلاد نقض حتى وأنت تخطط لجعل عمليات الاتصال الخاصة بك أكثر استراتيجية فعليك أن تطور القدرة المعاكسة على فك التضمينات والرسائل الخفية والإشارات اللواعية فيما يقوله الآخرون حين يتكلم الناس بعموميات مبهمة على سبيل المثال ويستعملون الكثير من التعبيرات المجردة مثل الأخلاق العدالة الحرية وما إلى ذلك من دون أن يحددوا حقا عما يتحدثون فإنهم غالبا يخفون شيئا ما هذه طريقتهم الخاصة إنما الضرورية لكي يتوارى وراء ستار من الصوابية اللفظية حين تسمع مثل هذا الكلام كن متشككا حين يستعمل الناس اللغة الدارجة والمتظارفة المليئة بالكلشيهات فربما يحاولون صرف نظرك عن تفاهة أفكارهم عبر دفئهم الشخصي تجاهك أما الذين يستعملون لغة مزخرفة ومدعية ومتذاكية فإنهم غالبا ما يستمتعون بسماع أصواتهم أكثر مما بإيصال فكرة أصلية بصورة عامة يجب أن تنتبه للأشكال التي يعبر بها الناس عن أنفسهم ولا تستقي مضمون كلامهم من ظاهره موسيقى